جلسات عدة مضت ولم يتمكن البرلمان خلالها من تمرير أي من القوانين الخلافية بسبب مبدأ السلة الواحدة الاتفاقات الأخيرة بين الكتل فيما يخص هذا الموضوع ونقاط الخلاف على بعض القوانين نتابعها مع مصطفع الوش في هذا التقرير بفشل القوى النيابية في تمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة خلال الجلسات الماضية للبرلمان وما تسبب إثرها من جدل سياسي تعتزم بعض القوى النيابية مغادرة هذا المنظور الذي ترى فيه بعض القوى أحد أوجه عدم الثقة بين مكونات مجلس النواب يعني موضوعة الثقة المتبادلة ما بين الأعزاب والكتلات السياسية في مجلس النواب مبنية على المحاصصة ومبنية على العلاقات الحزبية لم تبنى على المصلحة الوطنية للأسف الشديد يعني لاحظنا وهذا شو نعرف إحنا كمراقبين لشأن السياسي نلاحظ من خلال القوانين للمهمة الجدلية المعقدة التي تحتاج إلى إنضاج وتحتاج إلى أريحية في الطرح وتحتاج إلى قوة أن لا يتم التعامل بها من خلال وضعها في سلة واحدة فيما يرى طيف سياسي أخذ ضرورة كبيرة في مغادرة مشاريع السلة الواحدة للقوانين المختلفة عليها بين القوى النيابية ليعطاء حيزا بالاطلاع على فقراتها قبيل التصويت عليها لا سيما وإن أغلب الخلافات تتعلق بتفسير المواد الخاصة بتلك المشاريع من الخطأ الجسيم أن توضع قوانين في سلة واحدة لأن كل قانون إلى آلياته وإلى تبعياته وإلى وضعه يفترض أن يناقش ضمن سياقاته الدستورية والقانونية على حده لكن أن يتم جمع القوانين في سلة واحدة أعتقد هذا بمثالب كبيرة وهذا يعني أن هناك صراع سياسي داخل الكتل السياسية هذا الصراع انسحب إلى القوانين وبالتالي انسحب على الواقع وتبقى القوانين الجدلية رهينة الخلافات السياسية لتستمر بذلك محاولات تمريرها خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب مصطفى علوش الرابعة بغداد